اتفاق تكتنفه التهديدات بعد أيام من التمرد المسلح الذي نفذته كتائب أبو العباس على السلطة المحلية في تعز توصلت هذه السلطة إلى اتفاق مع الكتائب لإنهاء تمردها وإخلاء المنشآت على نحو أثار دهشة المراقبين والسغرابهم حيال ما يجري فقد أظهر الاتفاق كتائب أبو العباس جزءا من اللواء 35 مدرع بقيادة العميد عدنان الحمادي الذي لم يسجل له دور حتى الآن في إنهاء الفوضى الأمنية في مناطق سيطرة اللواء الذي يقوده بمدينة تعز استنادا إلى الأوامر الترتبية العسكرية لا إلى المحاضر والاتفاقات يتضمن محظر الاتفاق الذي وقعته اللجنة المكلفة من قبل المحافظ ثمانية بنود أبرز ما فيها تثبيت وقف إطلاق النار من جميع المواقع وتنفيذ توجيهة المحافظ بتشكيل قوة مشتركة لضبط العناصر المطلوبة أمنيا وتسلم كافة المقرات الحكومية لقوات الأمن الخاصة وقوة الشرطة العسكرية في المربع الشرقي وما يتبع الجيش في الجهة الشرقية بالإضافة إلى انسحاب كتائب أبي العباس واللو 22 ميكا وكافة الوحدات العسكرية إلى مواقعها في الجبهات وتسليم الأفراد المحتجزين وتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار يدور هذا الاتفاق حول ما بات يعرف بالمربع الأمني في شرق مدينة تعز حيث تتركز معظم المقرات الأمنية والعسكرية لكن مواقع أخرى مهمة لم يشملها الاتفاق وكان يفترض أن تنهي السيطرة الوحدية لكتائب أبو العباس على قلعة القاهرة والأمن السياسي وغيرها من المواقع التي يتوجب عودتها السريعة إلى كنف السلطة المحلية وبما يتفق مع التأكيدات التي تضمنها بيان المحافظ من أنه لمجال لبقاء هذه المؤسسات خاوية على عروشها أو مسكونة بالمؤامرات وحبك الدسائس على تعز أبنائها من قبل قوات تطرف والإرهاب وعلى الرغم من بدء عناصر اللواء الخامس حراسة رئاسية وقوات أمنية خاصة بالانتشار في بعض شوارع المدينة عقب توقيع محظر الاتفاق إلا أن الثغرات الخطيرة التي فتحها هذا الاتفاق قد فاقمت من مخاوف المراقبين الذي نرأوا فيه تثبيتا لمبدأ التمرد داخل التشكيلات العسكرية النظامية وتهديدا للانضباط وتكرارا للسيناريو الذي انتهى بإسقاط الصنعاء في سبتمبر 2014 على يد المتمرد الحوتين